اشتركوا في القناة ندخل لما قدر اعطوا اربعة كيلو لبن جموس بخيره كباية لبن زبادي مية وخمسين جرام ودي الزبادي اللي انا عملتها معكم على القناة وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف مع لها كبيرة عسل نحلة او سكر المتحنتك علشان نعمل الجبنة هتمر معانا بكزا مرحلة محتاجة منكم تركزوا كويس في الفيديو علشان مش يفوتكم اي خطوة من خطوات عميلة ونبدأ اول حاجة باننا بناخد اللبن وندفيه ونعمل له اختبار زي ما عملنا في الزبادي تاني حاجة هناخد كباية الزبادي وننعمها كويس معلقة او مضرب سلك نحط عليها معلقة العسل او السكر وننعمهم مع بعض ناخد شوية من لبن ونحطها على خليط الزبادي والعسل ونقلبهم مع بعض ونضيف الخليط ده على اللبن ونقلب كويس بعدين نغطي اللبن بكس تلاجة او ستريتش كويس نجيب طاجن فخار ونحط فيه مية سخنة زي ما عملنا في الزبادي عشان نصرع عملية تخمير اللبن نحط حلة اللبن في الطاجن ونغطي الحلة والطاجن بكيس او ستريتش ونغطيهم بدفايهم نحطهم في مكان مش تتحرك منه في الفرن او رخامة المطبخ وعملية التخمير بتبقى من الصبح لبالليل او العكس مش هقل من 12 ساعة عشان احنا في الشتاء في الصيف هتاخد اربع ساعات بالكتير وده شكل اللبن بعد التخمير وهو عمل كمية قشتة على الوش شلتها هي كده كده هتبقى دسمة وكمية القشتة على حسب دسمة اللبن بعد ما شلنا القشتة من على وش اللبن نبدأ نقطعها بالسكينة عشان الشرش يخرج منها بسهولة نجيب صانية فيها طبق مقلوب ونحط عليها مصفة وعليها شاشة او طرحة نضيفة نحط عليها الجبنة زي ما انتو شايفين في الفيديو الجبنة اشتة وكريمية ومتماسكة خالص نلف الشاشة بالجبنة ونسيبها لحد ما تنزل كل الشرش اللي فيها في الشتاء هنسيبها من الصبح لبالليل او العكس في الصيف بنحط الصانية في التلاجة عشان مش تبوز منك وده شكل الجبنة بعد منزلت كل الشرش اللي فيها بنحط عليها معلقة ملح ونقلبها مع الجبنة كويس ونبدأ ناخد من الجبنة ونعمل الطعم اللي بتحبه وانا هنا جبت زيتون مخلل وحطيته على جزء منها بعد كده بنجيب علبة فيها كيس تلاجة ونحط فيها الجبنة بالزيتون ونسويها في العلبة كويس ونغطيها بالجيس بعد كده نحط عليها اي حاجة تقيلة كيس ملح كيس سكر زي ما بعمل في الفيديو عشان تتماسك وتاخد شكل العلبة وتنزل اي شرش فيها وهنعمل باقي الاطعمة بنفس الطريقة بس الجبنة بالفلفل لازم الفلفل يكون متخل الجاهز وده شكل الجبنة بعد ما تمسكت في العلبة ودي جبنة تلاجة سادة مش عليها اي حاجة بالنسبة للجبنة القريش انا عملتها معاكم على القناة واسوب لكم الرابط في صندوق الوصف واحنا عملنا نص خطوات الجبنة لقليش في الفيديو ده واخر حاجة حفظ الجبنة في التلاجة ممكن نحفظها بطريقتين اول طريقة ان احنا بنلف قطع الجبنة في اكياس تلاجة ونحطها في علبة ونجيب شرش جبنة جاهز من محلات الالبان او السوبر ماركت طريقة تانية بنعمل نفس الخطوات بس بنستبدل الشرش الجاهز وشرش الجبنة اللي نزل منها بنغليه كويس ونصفيه من بواء اللبن اللي فيه بنحط على كل اربع كبيات شرش معلقتين ملح ومعلقة تخل كبيرة بالنسبة للجبنة القريش بنحفظها من غير شرش مجرد ان احنا بنحط عليه على وشها شوية ملح ودي كمية الجبنة والقشطة اللي طلعت معانا من اربعة كيلو لبن ما شاء الله عمل كمية كبيرة من الجبنة والقشطة كده نكون خلصنا فيديو النهاردة وشوفكم في فيديو كده نشان